عندي معلومة تشير إلى أنه عائلة أو بيت قيس النامق أكرموا أمرأة وتم تزويجة منها لا أعلم لي بذلك لأنه هذا سمع يعني نحن نسمع بس أيضا سمعت بهذا أنت؟ يعني سمعت من الناس بس كشخص بياني هذا الموضوع ما صار قدامي ما عندك صبار بي ما صار قدامي لا شلو السيارات اللي كان يتنقل بيها قيل مرة أنه شايفينه صاعد بسيارة السعاف مدى دقة هذا الكلام لا هاي أقاويل يعني الناس تتحدث بكثير كلام هو ما له صحة كله اجتهادا أو يسمع منه ويسمع منه بل حقيقة ما له صبصداق شلو السيارات يعني يستخدم السيارات اللي مثلا راحي مع عبد الملك يستخدم السيارات اللي يستخدمها عبد الملك سياراتهم الشخصية شنو سياراتهم الشخصية شاعدهم سيارات شخصية بي كم سوبر يعني برازيل فهو يستخدم سياراتهم الشخصية هو ما عنده سيارة يعني السيارات ما عنده خلاص فبقى على هالأساس يعني وكم واحد من الحماية في تلك الأثناء بقوية أنا سامة عقيد خليل أستاذ هي مرحلتين كانت لا نتحدث هاي المرحلة المرحلة الأولى الأولى كانوا يا عبد الله الماهر العبد الرشيد وسربة السفر ومسعرة الصالح أها ثلاث أشخاص أش كان يرتدي بالتنقل يعني مثلا يلبس الزي العربي عقال نعم نعم الزي العربي هي دجداشة وعقال وأشبه وأطلق اللحية بالبداية ما أطلق اللحية ولكن يعني بعد فترة يعني بداية الأمر لا بس خلال الشهر الثاني بدأ يطلق اللحية طلق كل شيء الشعر واللحية نعم لتغيير ملامح الشكل أو للتمويل والله هو ما يهمو الرجل للتغيير يعني هو الخوف ما يخاف من شيء وهو مؤمن برب العالمين الشيف نبي رجل مؤمن وما يدير بال مسألة يقضبوه يعني ما يعرف المصير يعني ما سأل على المصير بأي طريقة ينتهي ولكن طلق هن حزنا على البلد حزنا يعني ما ظلت له نفس بأن يحلق أو ما اهتم بهذا الموضوع كان يثق بالأكل اللي يقدم إليه ويأكل اعتيادي طبيعي لو أكو من كان يأدل الطعام بشكل خاص إليه أو كيف يعني لا يأكل أكل بيت يثق بالأكل نعم نعم هو ثاق بهم على روحه يعني هو مؤمن نفسه يعني يعني ذي يقدموا له أكل هو لما عنده ثقة بهم ما جعليهم وبعدين هي الناس بابة عرب يعني الضيف يعرفون هو الناس هذول يعرفهم من يجع عليهم يعني موجه يجي فلذلك لا ما يتبع وراهم الأكل ينطبخ بالبيت ويتقدم ببيت قيس النامق ببيت قيس أو ببيت عبد الملك أو أي بيت هو يقام به هو أعاد بقى آخر الفترات كلها يمع بقيس فكان قيس يطبخون بالبيت بالفوق بالمدينة يطبخون الأكل وينزلوا لياب السيارة غدا أو عشاء هو الريوق الأفطار عنده مطبخ صغير بالمكان وفيه طبق يسون ريوق بفطار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر